مقارنة برضو لطيفة كده بين فريرة وبين فتح مبروك مقارنة لطيفة كده بين فريرة وبين فتح مبروك باعتبار ده زمالك وده أهل فريرة قاد الفارس الأبيض في 35 مباراة مجمل اللي لعبه فريرة 35 مباراة فاز في 27 مباراة من 35 وتعادل في 3 مباراة ادي كده 30 27 فوز وتلاتة تعادل وخسر 5 مباراة ادي 35 مباراة اللي لعبها اخذ 84 نقطة من اجمالي 105 نقطة فيما يتعلق بالاهداف اللي احرزها الفريق تحت قيادة فريرة الزمالك احرز 71 هدف في 35 مباراة 71 هدف ودخل مرمى 24 هدف هذه هي محصلة فريرة للزمالكوية بكلم الزمالكوية اللي بيحبوا الاحصائيات والكلام ده حاجات دي بتعجيبهم يعني ده بالنسبة لمن لفريرة 35 مباراة لعبهم فاز في 27 وتعادل في 3 وخسر 5 فتح مبروك مجموعة اللي لعبه 28 مباراة من الـ 28 دول فاز في 18 مباراة وتعادل في 4 مباراة وخسر 6 مباراة اخذ 58 نقطة من اجمالي 84 نقطة اللعيبة بتقعوا سجله 58 هدف في 28 مباراة ودخل مرمىهم 18 هدف اخر حاجة حتنهاري يا لطيفة قوي يعني هم من باب خلي بالك لما نقول ايه لما نقول احصائيات رئيسي الاهل والزمالك هم لا ده بيلعب ولا ده بيلعب لكن في النهاية هو رئيس النادي وده رئيس النادي اللي اتنين هم اللي مسؤولين عن الحكاية وعن الرواية اللي هم الاهل والزمالك بنتكلم على المؤنس محمود طار والمستشار مرتضى منصور ايه اللي حققوه خلال فترة رئيسيتهم فيما يتعلق بالبطالة عاملين مقارنة كده يعني مقارنة من باب اللطف والزورف يعني بالنسبة المهندس محمود طهر حصل على ثلاث ألقاب حصل على ثلاث ألقاب اخذ الدوري الممتاز 2014 واخذ السوبر المصري 2014 واخذ الكون فيدرالية 2014 اذا كل انجازات المهندس محمود طاهر كانت فيه 2014 اخذ ثلاث ألقاب في 2014 اخذ الدوري الممتاز 2014 اخذ كأس السوبر المصري 2014 اخذ كأس الكون فيدرالية 2014 يبقى جاب كم بطولة ثلاث خسر كم بطولة سبع بطولات خسر سبع بطولات دوري أبطال إفريقيا مرتين الكون فيدرالية مرة اللي هي الأخيرة دي السوبر الإفريقي مرة الدوري الممتاز مرة كاس مصري مرتين يبقى هنا المهندس محمود طاهر اخذ ثلاث ألقاب وخسر سبع ألقاب المدربين مع المهندس محمود طاهر أربعة فتح مبروك محمد يوسف جريده زيزو فتح مبروك محمد يوسف جريده زيزو طيب نروح للمستشار مرتدة منصور أو يعني جريده مبروك زيزو 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 حبينا الترتيب يعني يبقى كده واضحة يبقى المهندس محمود طاهر عمل ايه اخذ ثلاث بطولات او ثلاث ألقاب وخسر سبع ألقاب نروح للمستشار مرتدة منصور أيضا حصل على ثلاث ألقاب ثلاث ألقاب زي المهندس محمود طاهر هنا ثلاث ألقاب هنا ثلاث ألقاب ولكن يبقى الفرق في البطولات اللي هو اخسر خلينا نقول الأول الألقاب اللي حصل عليها المستشار مرتدة كاس مصر 2014-2015 الدوري الممتاز 2015 اخ كاس مصر 2014 وكاس مصر 2015 دول ايه بطولتين والدوري الممتاز السنة دي ادي الثلاث ألقاب اللي اخده يبقى مهندس محمود طاهر اخذ ثلاث ألقاب مستشار مرتدة منصور اخذ ثلاث ألقاب طيب مهندس محمود طاهر خسر سبع ألقاب المستشار مرتدة خسر أربعة بطولات يعني المهندس محمود خسر سبعة المستشار مرتدة خسر أربعة ألقاب ايه هم الأربعة ألقاب الدوري الممتاز 2014 اللي اخده الأهلي دوري أبطال إفريقيا 2014 خرج الزمالك منه كاس السوبر المصري 2014 اللي اخده النادي الأهلي وكاس الكونفضرالية 2015 إذن هو خسر أربع ألقاب وحصل على ثلاث ألقاب ده مين؟ مستشار مرتدة مهندس محمود طاهر كسب ثلاث ألقاب وخسر سبع ألقاب المدربين اللي كانوا مع المستشار مرتدة منصور كاباتن طبعا ميدو حسام حسن باتشيكو محمد سلاح فريرة تاني ميدو حسام حسن باتشيكو محمد سلاح فريرة الناحية التانية دول خمسة الناحية التانية كانوا أربع أربع مدربين يعني ها دي حصائية كده بسيطة ولطيفة ودمها خفية